في صديبي الشأن الطقوي أعلنت شركة سونتراك في بيان لها أنها تمكنت من تحديد إمكانات هام جديدة من المحروقات في مكمن الياس الكربونات الدي دو على مستوى رقعة استغلال حق الحاسرمل ووفق البيان فقد أظهرت تقييم الأول لهذه الإمكانات حجما يتراوح بين المائة وثلاثمائة وأربعون مليار متر مكعب من الغاز المكثف وأكدت شركة سونتراك أن هذا الحجم من الغاز المكثف يشكل واحدا من أكبر عمليات إعادة تقييم الاحتياطيات خلال العشرين سنة الماضية كما أشار ذات البيان أنه يجري إنجاز برنامج أشغال تطويري لتأكيد الأحجام التقديرية والعمل على إنتاج مستعجل يقدر بحوالي عشرة ملايين متر مكعب يوميا اعتبارا من نوفمبر لسنة 2022